الى الوصل بجملة خبرية او ظرف او مجرور تامين والتمين دول شبه الجملة التام هو اللي بيقد المعنى من غير ما يحتاج لجزء تاني يتمينه ازاي؟ يعني ان لما اقول جاء الذي بك هل انت استفدتوا حاجة؟ انما لما قولك جاء الذي مثلا جاء الذي عندك او جاء الذي في الدار او جاء الذي معه الكتاب تم المعنى ولا ما تمش يقوموا الموصول انما لما كلمة ديكة دي مش هتتم الا لما جيب لك كمان جزء وقولك جاء الذي بك واثق او بك متعلق او متعلق بك صح؟ يقوموا يسموه شبه جملة ناقس ناقس ايه؟ محتاج حتة تاني عشان يكمل المعنى وهو احنا اتفقنا زمان ان شبه الجملة دا ما بيقديش المعنى بنفسه ولكن بيتعلق بمحذوف بيتعلق بايه؟ بمحذوف صح كده؟ ولذلك لما بيجي خبر ما بنقولش ان هو الخبر ده بنقول متعلق بمحذوف والمحذوف ده هو الخبر فكلمة زايدٌ في الداري معناها زايدٌ موجودٌ في الداري وموجود المحذوف ده هو الخبر صحي كده؟ شبه الجملة التام هو اللي مش محتاج ظهور كلمة موجود ده شبه الجملة النائف هو اللي ما يقديش المعنى إلا لما يظهر كلمة موجود وكلمة واسق المختفيات ده وشبه الجملة كله في محل خبر السوا في الحقيقة شبه الجملة متعلق بمحزوف هذا المحزوف هو الخبر فهذا في الحقيقة هطلخبطك قول شبه الجملة خبره وخلاص حد مربنا يعلمه مفهوم فقالوا عوزين يكون شبه الجملة في الموصول شبه الجملة تام يعني ما يتوقفش على شيء تاني عشان يظهر معناه قول جاء الذي عندك جاء الذي في الدرس جاء الذي في الدار جاء وهكذا لكن جاء الذي فيك ناعس كده ما تدنيش معه لازم اجيب جاء الذي واسق فيك واسق بك لازم اجيب المحزوف تقوم من ايه اه اصرف التمه اه بقى حالة بستلاتة وتسين لا مش ما انا قلتلك التام التام شبه الجملة التام هو الذي يؤدي المعنى مع الموصول من غير ان يتوقف على جزء اخر الناقص هو الذي يتوقف على جزء لابد من وجوده ليتم المعنى هذا انا بتكلم في صلة الموصول بس تمام ولذا كانوا جاء الذي في الدار كامل لكن جاء الذي فيك او بك ناقص الناقص بقى الناقص هو المضطر الى اظهار المحذوب ده فبو التام هو اللي مش محتاج زهور المحذوب ادى المعنى وخلاص ما هو سكن دي وسكن دي هي اصلا صلة الموصول وفي الدار ما تعلق بيها طيب يجب زكري المحذوب معا ومش هيتم المعنى الا بزكري قالوا كمان خلي بالكم يبا ايزا عندنا صلة الموصول دي يا جملة يا شبه جملة يا جملة يا شبه ايه جملة وكمان يكون فيه عائد ده ايه العائد ده بقى قالوا ضمير ضمير يربط جملة الصلة بالاسم الموصول وإلا هيبقى ايه علاقة الموصول بالصلة يعني انا بقول لك ايه جاء الذي قام زيده جاء الذي قام زيده جاء الذي قام غلام ايه علاقة قام غلام بالاسم الموصول انتو شايفين في اي ارتبط يبقين ليه ما فيش اي ارتبط تعالوا نجيب ضمير كده ونشوف جاء الذي قام غلامه اترابطت ولا لا اهو الضمير ده يسموه العائد يعني يعود على الاسم الموصول يوم يربط الجملة بالاسم الموصول مهمتو اللي ايه ها واضح الكلام تمام يبقى الموصول هو المفتكر الى جملة وايه وعائد ويقع على المذكري والمؤنس ومسنيهما وجمعهما نحوجاء الذي للمفرد المذكري والتي للمفردة المؤنسة واللذان لمسن المذكري واللذان لمسن المؤنس والأولى والذين لجمع الضكور واللات واللائي لجمع المؤنف والخامس المعرف بالألف واللام كالرجل للمذكر والمرأة المؤنف والسادس المضاف إضافة محبة إلى واحد من هذه الخمس فالمضاف إلى الضمير كغلام والمضاف إلى العلم نحو غلام زيده والمضاف إلى اسم الإشارة نحو غلام هذا والمضاف إلى الموصول الاسمي نحو غلام الذي قام والمضاف إلى المعرف بالألف واللام نحو غلام الرجل بخلاف اضافة الوصف الى معموله كضار بزيد غدا او الان فهو باق على تنكيره لان اضافته غير محض وانا المرد فاتت قلت لكم ان الاضافة نعيد صح كده محضة وغير ايه وغير محضة وقلنا الاضافة المحضة هي اللي بتفيد التعريف انما الاضافة غير المحضة دي لا تفيد تعريفا ولا شيء مجال خفة لبس وقلت لكم تقريبا كده بايه بتبقى اذا اضيفت الناكرة لناكرة اذا كان المضاف يعمل Finding free وكانت التالت اذا كان اللفظ المضاف موغلا في الابهاز صح كده ادتالكم انا اللي فاتت دوي نكرا لناكرة ما تتبنيش حاجة غلامه سفره لا مش هديني اي تعييد المضاف يعمل في المضاف ايه داربه زايدل مي religions دبدال قشع الدنيا كلها بتضرب فيه انا عارف مين ضارب زايد مثله هذا مثله زايدل المث Musik كتير. انك لفظة مثل متوغلة في الإبعاء. مفهوم? كائن هو في الداخل. ما هي كلمة تتضغضي متعلقة بمحذوب. والمحذوف ده يا فعل يا ما يعمل عمل الفعل. وهيجي فاقي الكتاب تدي يقول ان متعلق المحذوف لازم يكون فعل او ما يعمل عمل الفعل في العمل. وسواء كان فعلا او ما يعمل عمل الفعل فقد تحمل ضميرا. والضمير ده يعود على المعرفة. مين? ناله. المعرفة بالاضافة دي يقصد ان الناكرة تكون مضافة والمعرفة مضافة اليه. مفهوم? فالناكرة دي تكتسب التعريف من المعرفة. يعني يكون اسم فاعل اسم مفعول من الاسماء اللي بتعمل عمل الفعل. فاتضيف الوصف لمعمولة. ضارب زيدنا. كاتب الملكي. وهذا. مهذا. ده عين بآله يا أستاذ. عين بأداة. وهي اي المعارف من نسبة الى باب النعف على ثلاثة اقسام. الاول ما لا ينعط ولا ينعط به وهو الضمير. اما انه لا ينعط فلانه غني عن الايضاح. لكونه نصا في مسماء. واما انه لا ينعط به فلانه ليس مشتقا ولا اولا بالمشتق. جميل. اذا اول شيء في المعارف الست دي من حيث النعف. اقسام فيه ما لا يكون نعطا ولا منعوتا. وده الضمير. مفهوم؟ ما بيكونش منعوت ليه؟ لان المنعوت المقصود اظهاره. والنعط نص في مسماء لا يحتاج الى زيادة اظهار اصلي. يعني انا المول انا. الضمير دي بيعود عليها. هل هناك اي خفاء يحتاج الى اظهار تاني؟ الضمير عاد عليها نصا. فالضمير اعرف المعارف. ولذلك لا يحتاج الى مزيد اظهار. عشان كده ما بيكون عادش ابت. لانه اوضح فيه ايه تاني؟ مستحيل. مستحيل. زين على ذلك ان فيه قانون بيقول لا تنعت المعارفة بالنكرة. ايوه. لازم التطابق بين النعط والمنعوت تعريفا وتنكيرا. كلمة تلميذ نكرة وكلمة انا معارفة. ازاي تبقى نعتها? مفهوم? احنا فول بيقولنا ان النعط يتبع المنعوت في تعريفي وتنكيره. ازاي يبقى المنعوت معارفة والنعط نكرة. مستحيل. يحتمل الاتنين. يحتمل ان ده نعم وانا مستاني لسه الخبر. ويحتمل ان ده الخبر. ولزلك بتوع النحو يعملوا ايه? لما يحبوا يخلوه خبر بس. وما يحتملش الاتنين يجيبوا حاجة اسمها ضمير فاصل. ايوه. ايوه. بالضبط يجيبوا الفاصل. لا تاني. ممكن يبقى خبر وممكن يبقى نعم. يعني الاحتمال ده موجود والاحتمال ده موجود. مين? بس فيه اه صح. تستنوا عشان انتوا الاخبار طول. ده برضو خبر بس ما ينفعش يكون نعم. ليه? لان الضمير لا ينعط. الضمير لا ينعط. اصلا. انما زايدن التلميذ. اهي ده المسال ده اللي ممكن ينطبط على انتوا بتقولوه. والتلميذ دي تحتمل لاثنين. النعتية والخبرية. لكن انا التلميذ مستحيل يكون نعم. خلاص. زايد مبتدأ. هو ضمير فاصل لما حل له من الاعراض. التلميذ خبر. او فيه اعراض تاني. زايدن مبتدأ اول. هو مبتدأ تاني. التلميذ خبر المبتدأ التاني. والجملة من خبر المبتدأ الاول. ده صحيح. وده صحيح. مفهوم? لكن مدام ييجي المبتدأ انا الضمير لا ينعط ابدا. واضح ولا ايه? ايه? ده موضوع تاني. ويطلق مفهوم 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 مفهوم. لها طلع كده ما علينا. واضح يا ما ليه ناخده مليان يعني. قال الثاني ما ينعط ولا ينعط به. ما ينعط ولا ينعط به. وهو العلم. العلم ينعط بس. بس ما ينفعش ايه? يكون نعط. ما ينفعش يكون يكون منعوب. لكن نعط لا. اه قال اما انه ينعط فلانه قد يقع الاشتراك الاتفاقي فيه. يعني ممكن تصادف ان معانا خمس اسمهم زايد. معانا خمس اسمهم ايه? هو صحيح زايد ما بيصدقش الا على ذات واحد. بس انا بتكلم على خمس زاوات والخمس اسمهم زايد. فلا يسموه اشتراك اتفاقي. فاحتاج انا النعط عشان يميز لده زايد التاجر ولا العالم ولا الزاهد ولا العابد. واما انه لا ينعط به فلجموده وعدم تأويله بالمشتق لما بينهما من التضاد. ففق ايه وجه التضاد بين العلم والمشتق? قال العلم يدل على الوحدة والمشتق يدل على التعدد. العلم بيدل على شيء واحد. على الوحدة. على الافراد. لكن المشتق كلمة ضارد بتدل على حدث وصاحبه. مفتير بقى احداث كمام? وصاحبه. فاقيد مفيد التعدد. الاشتقاق يفيد التعدد. والعالمية تفيد الوحدة. الثالث ما ينعط وينعط به وهو الباق اللي هو الموصول واسم الاشارة والمضاف الى واحد. وهو الاشارة والموصول والمؤرف بالالف واللام. والمضاف الى واحد منها. والنكرات ما سوى ذلك. وهو ما شاع في جنس موجود او مقدر. بول النكرات ما عدا ذلك. اللي هي ايه؟ ما شاع في جنس موجود او مقدر. ايه؟ كشمس. فانها لم توضع على ان تكون خاصة كهن. وانما هي موضوعة وضع اسماء الاجناس كرجل. فحقها ان تصدق على متعدد كما ان رجل كذلك. لكن غاية ما هنالك ان شمس مفيش منها اللي واحد في الكون. لكن امتناعها مش امتناع عقلي. يعني ممكن يوجد شمس واثنين وثلاثة. صح؟ بدل ان فيه كواكب دلوقتي ظهر فيها شموس متعددة واخمار متعددة. فكل كوكب بهذه الوصفية يسمى شمس. مفهوم؟ فده اسمه شائع في جنس ايه؟ مقدر. فجميع اسماء الاجناس. ان كراء الجامدة كرجل تنعت لابهامها واحتياجها الى التخصيص. ولا ينعت بها لجمودها اذا لم تؤول بالمشتق. فهي كالاعلام في هذا الحظ. والعلم ينعت بما ذكر بعده من المعارف. فينعت باسم الاشارة والموصول والمعرف بالالف واللام والمضاف الى واحد منها. واسم الاشارة لا ينعت الا بما فيه الالف واللام. لان الجنس المعرف بالالف واللام يزيل الابهام الحاصلة في اسم الاشارة. لان السامع لا يفهم منه جنس المشارع اليه اذا كان بحضرة المتكلم اجناس متعددة. فاذا جيء بالجنس المقرود بالب زال الابهام. لان انا لما اقول هذا امامي اجناس متعددة. مثلا امامي رجال ونساء. فلما اقول هذا السامع ابهم عليه انا اقصد هذا العجل ولا هذا العجل ولا هذا الحارس ولا هذا الواقف ولا هذا الجانس من عندي في اجناس متنوعة. فلما يأتي النعف يزيل هذا الابهام. جاءني هذا العجل او هذا الواقف او هذا الحارس. ايه والمحلة بألم. ده نعف. ده نعف الاسم الاشارة. اسم الاشارة الاشارة. ده يبقى كده خبر لان هذا معرفه وده ناكر وما ينفعش ده يكون ناعتل ده. قطعا. بعد اسماء المعارف النكرة بعد الاشارات ان كراث خبر قطعا. تمام? المعارف تحتمل وتحتمل. ممكن تكون بدأ. ممكن تكون طبر. ممكن تكون ناعت. على حسب موقعها بقى وحسب مقصد المتحدة. ايوة لا ينعت الا بما فيه الالف واللاب. بس كده. تقول في نعة العلم باسم الاشارة. جاء زيد هذا. فزيد منعوت وهذا نع. اي الحاضر. وفي نعته بالموصول الاسمي. جاء زيد الذي قام ابوه. اي القائم ابوه. وفي نعته بالمعرف بالالف واللام. جاء زيد الحسن وجهه. وفي نعته بالمضاف الى معرفة. جاء زيد صاحبك. بالاضافة الى الضمير. او صاحب زيد بالاضافة الى العلم. او صاحب هذا بالاضافة الى اسم الاشارة. او صاحب الذي قام بالاضافة الى الموصول. او صاحب الرجل بالاضافة الى المعرف بالالف واللام. او صاحب غلامي بالاضافة الى المعرف بالاضافة الى المضم. وتقول في نعت اسم الاشارة بالموصول المكرون بألف جاء هذا الذي قام أبوه فالذي قام أبوه ده نعف وهذا منعوت أي القائم أبوه وفي نعطيه باسم الجنس المكرون بالألف واللم جاء هذا الرجل أي الحاضر في نعطيه بالمضاف المكرون بألف جاء هذا الضارب الرجل وفي نعط المكرون بألف بمثله جاء الرجل الكامل وبالموصول جاء الرجل الذي قام أبوه أي القائم أبوه وباسم الإشارة نعف جاء الرجل هذا والرافع للنعف في هذه الأمثلة ما رفع المنعوط لفظا أو محدا يعني العامل في النعف هو نفس العامل في المنعوط نفهوم يعني جاء زيد العاقل من رفع زيد جاء وهو كذلك اللي رفع العاقل نفهوم نرط بزيد العاقل البأد هي اللي جاءت زيد وهي اللي جاءت زيد العاقل نفهوم المنعوط تمام تمام الضارج يعني هو الضارج يا سيدي ان الضارج مش متعار ايوة الضارج مش متعار مش متعار مش متعار مش معاقفة بقال قال دي ملفتهاش تعريمه ولا حاجة ده علشان شرط اسم الفاعل لكي يضاب لمعرفة لدي مكون في قال ده هايج ان شاء الله في باب اعمال اسم الفاعل ده شرط في اعمال اسم الفاعل ده ايه جاء هذا الرجل هذا منعوط والرجل نعض جاء العجل هذا العكس ما لها ده فين لا استنوا بوقت لخبطوا ليش جاء الرجل هذا مفيش هذا الرجل ايه ايه جاء ايه جاء ايه فين يا رجل المكرون بل جاء هذا الذي قام ابوه ايه القائم وفين اعتيب لكم الهاتف اللام جاء اه هو هنا فيدي ده ناكرة مؤولة بالمعرف بالمشتق جاء هذا الرجل يعني جاء هذا الحاضر تمام فهو كده اولها بمشتق اه اه ايه جامد ايه جامد ييجي نعط بيؤول بمشتق وهو احنا عندنا النعط يا مشتق يا جامد مؤول بالمشتق نعط نعط بس مؤول بمشتق نعط لا لا احنا البنويه كده بمزاج نعط لا لا اعرف ايه من اعرف لا اعرف ش ده حاليا لا اعرف ش الله الله اعرف الله اعرف لكن هو الحال دلوقت الحاصل ان انا عشان اخلي نعط لازم اوله بمشتق يعني لما قولوا أن الرجل نعت أعرف على طول أن ده إيه مؤول بمشتق لأنه جامد والنعت لو جه جامد على طول أوله بمشتق مفهوم؟ تب ليه ما خليهوش حاجة تانية؟ ممكن بس بعدين لما نتعلم نعرف إيه الحاجات التانية لهو اللازي ده فيه ألف ولم لأن اللازي قام أبوه كلهم أولا بكلمة جاء هذا القائم مؤولة بالقائم الثاني من التوابع التوكيد جميل كده خلصنا النعت باستلاق توكيد بقى باب لذيذ جميل كده سهل خاصة شرح لكم أنا بكلمتين يهيه متعبتوا؟ مين ده اللي صانت؟ توكيد؟ ده من أسهل بقى أبواب النحط إطلاق ها طبعا توكيد ده ببساطة خالص نعيد توكيد لفظه وتوكيد معناوه توكيد اللفظه ده سهل خاصة عيد الكلمة تانية جاء جاء زايد 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 مجتد لا لا أفعله كده مش أكتر من كده في عيد اللفظة تانية ده اسمه توكيد لفظه خلاص؟ وده ما فوقش صامعة يعني وتابع للي قابله في جميع الأحوال طيب التوكيد المعناوي قال ده بيكون بألفاظ عارفينها كده عند العرب النفس والعين وكل وأجمع ودول مقسومين مجموعتين وكل مجموعة لها وظيفة النفس والعين كمجموعة وظيفتها ايه؟ وظيفتها ان انت لما يجي لك لب يحتمل الحقيقة ويحتمل المجال يحتمل الحقيقة ويحتمل الايه؟ بيجي التوكيد علشان يلغي احتمال المجال ازاي؟ وقلت ضربته أسداً ضربته ايه؟ أسداً اللفظة دي تحتمل الحقيقة ان انت تقول ورح تبنيت الحيوانات ومسكت الأسد من ودانه وديته علقة مصبولة خيز؟ او استخبيت كده ورح تيه؟ مش تضربه وطلع إجابة او دربته أسداً وخلاص؟ طيب ويحتمل ان انت بتتكلم مجازاً وتقصد ضربته رجلاً شجاعاً كالأسد صح؟ وما عندناش عقلاً اي شيء يمنع احتمال من الاثنين صح كده؟ بتيجي انت مثلاً تدخل على صاحبك كده تقول له المدير جاه تمام؟ المدير جاه كلمة المدير دي يحتمل انها على حقيقة تمام؟ ويبقى الرجل يدخل من الباب ويبقى مبروك علينا الجزء صح؟ ويحتمل ان الكلام مجازاً وان اللي جاي مثلاً الساعة بتاع المكتب العصفورة بتاع المدير كده يعني مش شغل ده بس انا مجازاً جواب من مكتبه تعليماته خطاب صح؟ موجودة الاحتمالات دي كلها طيب انا عاوز بقى ألغي الاحتمالات دي كلها واخلي اللفظ يبقى ايه؟ على الحقيقة بس مين يعمل لي كده؟ التوكيد المعنوي بالنفس والعين اقولك ضربته اسداً نفسه عينه جاء المدير عينه نفسه صحي كده؟ هلان لم اقولك جاء المدير نفسه او جاء المدير عينه عقلك هيسرح تأي احتمال تاني؟ ادي شغلة التوكيد المعنوي بالنفس والعين بيقفل باب المجاز ويخلي اللفظ حقيقاً تمام؟ بتقول توكيد وخلاص توكيد طيب النص التاني من التوكيد كل وأجمع اللي هي الألفاظ اللي فائحة قال دي برضو ليها وظيفة ووظيفتها برضو في حكاية حقيقة ومجاز والكلام الجميلة ازاي؟ احنا احياناً في اللغة العادية بتاعتنا بنستخدم الألفاظ العمومية لأشياء خصوصية ازاي؟ باجي انا اقول مثلاً حضر الطلاب حضر ايه؟ الطلاب حضر الطلاب الدرس وانتفعوا واستمعوا كلام الجميلة كلمة الطلاب دي لفظة بتفيد العموم صح؟ طيب السؤال دلوقتي مش احتمال يكون غايب نسبة خمسة في المية ولا عشرة في المية؟ احتمال ولا مش احتمال؟ نعم الاول الاحتمال ده موجود ولا مش موجود؟ صح؟ طيب انا عاوز امنع الاحتمال ده واقول للناس ان فعلاً انا عدتهم مفيش منهم ولا واحد غاية بل اقول حضر الطلاب كلهم حضر الطلاب ايه؟ كلهم حضر الطلاب اجمعون هل انا لما اقول لك كلهم واجمعون كده يخطر على بلك ان في حد غير؟ لا سجد الملائكة كلهم كده مفيش استثناء هكوم؟ فده توكيد ويقول له توكيد شغلته ايه بقى وتوكيد معناه ايه شغلته ايه؟ يدفع او يلغي احتمالية التخصيص من نفذ يفيد التعمل يعني يقفل لباب المجاز اللي هو ايه؟ اللي هو اسمه اطلاق الخاص العام وارادة الخاص حضر الجيش جاء الجيش رجع الجيش ممكن يكون رجع بالسلامة وكانش فيه حرب وممكن يكون مترب صح؟ لكن لما اقول كلهم كده يبقى السلام كلهم متممنا عليه مفهوم؟ الايه؟ ما هو ايه؟ الضمير استأنه بس طولي بالك بدي يقوله ان التوكيد اللي هو ايه؟ التوكيد المعنى هو ده سواء كان بالنفس او بالعين او بكل اللازم يكون فيه ضمير يعود على المؤكد يطبقه تمام؟ جاء زايدون نفسه الزايدان انفسهما الزايدون انفسهم عينه اعينهما اعينهم رأيت القوم كلهم تمام؟ ما هذه في النفس العين مثلا رأيت الهندات كلهن فاخدين بالكم كلهن لازم فيه ضمير وَلَقَدْ أَرْعِيْنَاهُ آيَاتِنَا كلها ازاي اياتنا وازاي كلها يا وخط فاطمة توكيد مصبوط نحن قلنا التوكيد يبقى تابع المؤكد صح؟ فبقول اياتنا كلها اشتنا مفوضوا اياتنا كلها؟ يعني ايه؟ منصوب بالكسرن يا بدعا عن الفتحة فلما جي التوكيد جيه منصوب وكلهم ينصبوا على بابه مفوهم اللي ايه؟ طيب يبقى الخلاصة ان التوكيد لفظه ومعناوي اللفظ ان نعيد اللفظ ايه؟ هاني فعل فعل اسم اسمه حرف وحرف المعناوي نفسه وعي وشغلتهم إلغاء المجاز وحمل اللفظ على الحقيقة فقط كله اجمع وشغلتهم إلغاء التخصيص وحمل اللفظ على التعميم فقط بس ادي المجاز في كلمة دي ادي التوكيد في جلمة دي ايه الصعب تجيه؟ اه ايه الصعب التوكيد؟ هو ايه فاضل ايه في التوكيد ما قلناهوش؟ ملهم ده موضوع تاني انتو كده تطلعتونا في باب تاني قعدة اللي ديه بعد كل الدواء قعدة عربها ثابت؟ لا مش قعدة وعربها ثابت لفظة كل وبعد من الألفاظ الملازمة للإضافة اه ايه 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 جاء كل رجل رأيت كل رجل مررت بكل رجل كل مضف وما بعدها مضف إليه ابض الظهر ايه 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 لو جات بعد الكلمة ده شئتان اه ده شئتان فاما ده توتيب ماذااذ ابض الظهر؟ ايه مال ها؟ كل ملازمة للإضافة اه ملازمة للإضافة اه ملكة ملازمة للإضافة هو تعرف بحسب موقعها من الجمة خلاص كده نقرأ معك كتاب ملا ده نفس ده زي أجمع زي أجمع بالضبط وزي كيف تيجي بعدها لمجارب تقوية الله ولزي كيف سمها توابع أجمع أيوة أيوة أبتع أفضل ولذلك هو بيسمهم توابع أجمع ده عوامل مساعدة لأجمع بس كده ها تعبته يعني طالعي نقرأ المرة الكاد هدوء هدوء عشان أسمع فتقول إيه ها جيدا معالي عشان أجمع وع俗 السلام أعرف منا منا أرجمة اشتركوا في القناة